استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الرواندي بول كاجامي في قصر الاتحادية حيث عقد الرئيس السيسي مباحثات منفردة مع نظيره الرواندي أعقبتها مباحثات مؤسعة بين وفدي البلدين بقصر الاتحادية وعقب توقيع عدد من مذكرات التفاهم أكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي عمق وقوة العلاقات الثنائية التي تربط مصر ورواندا مشيدا بمستوى التنصيق بين البلدين في مختلف القضايا الثنائية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعرض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين حيث رحب الرئيس بأخيه الرئيس بول كاجامي في بلده الثاني مصر معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والحرص على ترسيق التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات موسيقى وقد شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين موسيقى وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا شد داخلاله على المواقف المتطابقة للبلدين إزاء العديد من القضايا السياسية والأمنية التي تهم الدولتين وتشغل القارة في الوقت الراهن موسيقى 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 موسيقى